اهلا بحضرتكم من جديد وابراهيم حسن لازم ان يراعوا انه النهاردة مش زي مبارح النهاردة فكرة تعطيل الدوري او ايقاف مسابقة لخدمة المنتخب الوطني مش متاح زي زمان لا اسباب كتير قوي الكرة بقت فيها بطولات كتيرة الاتحاد الدولي حسم المسألة باجندة دولية خلال الاجندة الدولية المنتخبات بتستدعي لعبيها برا الاجندة الدولية الاندية المحلية محتاجة لعبتها لو ما عندهاش ارتباط بتبقى محتاجة فاصل للراحة بين مباريات ففكرة ان انا هحتاج اللعيبة لمعسكرات طويلة زي ما اعتاد ابراهيم وحسام مع كابتن وجهري امر ما هواش متاح دلوقتي لا تقدر تستدعي محترفين من الخارج برا الاجندة الدولية والاندية اللي في الداخل اللعيبة بتاعتها عندها ارتباطات مع انديتها خاصة مع تلاحم المواسم ومع كثرة عدد البطولات اللي الاندية بتشارك فيها فاعتقد هيكون المتاح ان انت تتحرك فقط داخل الاجندة الدولية ومواعيد الفيفا احنا بنسأل هو هيحتاج ليه والاندية احنا مش دورنا نجاوب دلوقت حتى لو عارفين الامور ده كلها انا عايز استدى اللي اكتباع ده اشوف ايه اللي الطلب و ايه اللي تقلوه على الارجح اللي انت بتقوله طبعا لكن انا عايز اعرف هو شكل المسانده اللي هتخليه وقدي دوره على اكمل وجه ايه قولة التوفير